كما أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والتراثية وإتاحت الفرصة لتلك المواقع في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لها وذلك للتعرف عن قرب على تاريخ هذه المواقع التي سجلت مشاهد لحضارات متعاقبة جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء افتتح خلالها عددا من المواقع الأثرية والتراثية التي شهدت الانتهاء من أعمال الترميم وأصيانة كما كدى مدبولي أهمية العمل على إبراز الملامح والصورة الطبيعية للمنطقة المحيطة بالصور وإقامة عدد من الحدائق والخدمات بما يخدم السائح الوافد لتلك المنطقة ويعكس المظهر الجمالي للأثر مع الحد من إقامة أي مابان قد تضر بشكل حضاري والطبيعي الأثري للمنطقة عقب ذلك توجه مدبولي إلى حصن بابليون حيث قام بافتتاحه بعد إعادة ترميمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر